رفع البنك المركزي المصري اليوم معدل الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي وقال إنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف وفقا لآليات السوق ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم ورفع البنك معدل الإقرار لليلة واحدة إلى 28 نقطة وربع المئة ومعدل الفائدة على الوداء لليلة واحدة إلى 27% وربع المئة وقال المركز المصري أن لجنة السياسة النقدية في البنك قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم وأضاف البنك أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءا بالغ الأهمية حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في عقابي إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية